صباح الخير لكل حدا عم بتابعنا بفقرة الأبراج والتوقعات الفلكية طبعا بعد حلقة يوم الخميس اللي حكينا عن توافق الأبراج أجا كم هائل من المسجات لذلك إذا زاد عن هيك بدي أخصص يومين لتوافق الأبراج ولكن اليوم بما أنه احنا دخلنا على العشر أيام الأخيرة من الشهر رح أرد على الأسئلة اللي تخص هذا الموضوع وفي عنا رياض ودانة ورحمة وإياد من برج الجوزاء عم بيسألوا متى يطلع المريخ من برج الجوزاء ومعلومات عامة عن المريخ وكل برج بأي مكان يقع بأي بيت يكون تأثيره فدخول المريخ كان عندك بـ 28 أغسط من عام 22 ورح يطلع بـ 25 أذار 23 يعني راح لكثير وظل الأليل التراجع انتهى بـ 12 الشهر هذا الشهر فهلأ شوي الأمور صارت أهدأ بالنسبة لكل الأبراج مش بس للجوزاء هو بالجوزاء ولكن هو تأثيره على كل الأبراج وإذا نجي نشوف المواقع بالنسبة للمريخ أن السرطان في بيت المهنة ورح يكون تأثيره في بيت المهنة لآخر 25 ثلاث كذلك الميزان في بيت العاطفة والحب العقرب في بيت الصحة والعمل الجدي في بيت العائلة وهو الكوكب أكيد الخاص ببرج الحمل الأبراج اللي ما حكيناها تأثيرهم بشكل عام رح يكون اللي هو الثور والعذراء والأسد والجوزاء الدل والقوس رح يكون التأثير عام كل شهر رح نشوفه بمكان معين لأنه في عندهم دعم من بعض الكواكب الأخرى اللي شوي تخفف من تأثير هذا الكوكب عليهم إذن إذا بدنا نحكي كمان للجوزاء للعشر أيام الأخيرة رح الفترة الثانية بدأت عندك من 18 الشهر يعني مش بالعشر الأخيرة الأيام وإنما من 18 الشهر لما التراجع عطارد توقف فالضغوطات بلشت تخف عندك برج الجوزاء رح تتخف تدريجيا رح تتوضح الأمور بالنسبة لألك كثير من الأشياء المبهمة عليك التعاملات اللي كنت ما عم تفهمها دخول بعض الناس لحياتك بشكل فجائي وممكن كانت بالحب والعاطفة أيضاً رح تمكشف وممكن تتراجع عن كثير من القرارات اللي اتخذتها بالأشهر الماضية أو من بداية هذا الشهر بالعمل والمهنة رح تتحسن الأمور ورح تظهر بعض الفرص اللي بدك تلتقطها بشكل صح واللي بدك تدرسها قبل ما من الألف إلى الياء طبعاً وما تتردد بأنك تمشي فيها إذا دخلت بمشاريع جديدة أكيد الأمور المالية رح تتحسن لأدام بالأشهر القادمة رح تزداد الاتصالات وإذا كانت مع الخارج رح يكون في سفر لبرج الجوزاء وخاصة العشرية الثانية هم اللي رح يكون عندهم السفر أكثر متابعة شؤون أحد أفراد الأسرة وارد وكذلك تعزيز العلاقات اللي هي إلك أو تعزيز العلاقات بين أفراد العائلة إنهاء خصومات ووضع حلول إيجاد الحلول المناسبة لكل ما يخصك أو يخص المقربين لإلك العاطفة العشر أيام الأخيرة هي الأفضل للقرارات العاطفية وممكن تكون بعض الأشخاص اللي كنت على علاقة فيهم كأصدقاء ممكن تتحول الصداقة لإلاقة حب كمان عندنا برج الميزان كثير عليه طلب العشر أيام الأخيرة من الشهر الفترة الثانية اللي بدأت من 21 الشهر لما دخلت الشمس عند الدلو حكينا سابقاً أنه الدلو بيخدم مصالح الأبراج الهوائية اللي هي الجوزاء والميزان فعند دخول الشمس عند برج الدلو رح يعطي أيضاً فرص كبيرة لبرج الميزان أي كمان اللي كمان التراجع أو طارد توقف هذا كمان رح يعطي إيجابية كثير كبيرة لبرج الميزان هاي التغييرات والمعطيات الجديدة اللي رح تظهر رح توفر كثير من الأمور إلك إذا كنت عم تنتظر جواب إلك زمان وما عم تاخده رح تشوف أنه هذا الجواب رح يكون سهل بالعشر أيام الأخيرة كمان إذا كنت أنت عندك أمور واقفة بأمور قانونية بمتابعة معاملات قانونية أمور مالية أيضاً رح تتسهل الأمور أو تتوضح نوعاً ما اللي تخليك قادر على أنك تتخذ القرار أنك ترفض أو تقبل تسترجع أموال أو حقوق كانت صعبة بالسابق ترتقي سلمات النجاح على مستوى المهنة السفر والدراسة والمتابعة الصحية رح تكون جيدة والعاطفة تغيير بالتعامل أنت رح تعمل تغيير بتعاملك مع الشريك رح تتنازل عن كثير من الأمور والشروط اللي كنت تحطها رح تكون مستمع جيد للشريك لذلك تعتبر هاي الفترة من الفترات المهمة جداً بحياتك أنك تعدل وتصوب وتقدم خطوة نحو الإيجابية في عنا القوس العشر أيام الأخيرة رح تكون الأفضل على كل المستويات وأيضاً رح تنتهي بعض التعقيدات خاصةً إذا كان عندك شراكة مع أحد الأقارب أو مع أحد المقربين ما كنت قادر على أنك تاخذ القرار بإنهاء أو باستمرار هاي التعقيدات رح تنتهي ورح توصلك أخبار تفرحك قد تخصك أو تخص أحد الأبناء كمان اللي عندهم اتصالات مع الخارج في سفر لبرج القوس البعض يبحث بموضوع شراكة مهنية هي إنهاء شراكة أو بداية شراكة البعض ممكن ينهي شراكة لحتى يبدأ بمشروعه الخاص لحاله تتحقق هذه هي دراسة ولكن تحقيقها رح يكون بالأشهر القادمة رح يكون في تسوية ببعض الأمور اللي تخصك سوى إن كانت على المستوى الخاص أو العام عاطفياً جيدة للمرتبطين والعلاقات اللي كانت متراجعة رح تلاقوا الحلول المناسبة لإنهاء كل التعقيدات وتعيشوا التوازن العاطفي بحياتكم وغير المرتبطين في تأجيل بالقرارات بما يخص الارتباط حتى لو كان موجود ممكن يتتأجل المواعيد رح تظهر بعض التفاصيل اللي ما كنتوا حاسبين حسابها فتضطروا للتأجيل البرج الأخير اللي رح نحكي عنه هو برج الدلو الفترة الثانية الأفضل على كل المستويات هاي الفترة زيادة بالنشاط زيادة بتوضيح الأمور الشمس عندك اللي رح تخليك أكثر قدرة على استيعاب الأمور أكثر قدرة على تحمل المسؤوليات وممكن لكثير من برج الدلو رح يشيلوا مسؤوليات غيرهم قد يكون بالعمل أو بالمنزل الفترة هاي ممكن يكون فيها دعم لخطوة لمشروع جديد السفر متاح بهاي الفترة أيضا قرارات كثير مهمة بما يخص المهنة والعمل والأمور المالية واتخاذ قرار بالهجرة كلها رح تكون متاحة ومسهلة الأمور وبنسبة للعاطفة الفترة الثانية هي الأفضل للقرارات العاطفية ومصالحة مع طرف كانت العلاقة منتهية مع إيجاد الحلول الإيجابية حتى تعيش التوازن العشرية الثالثة هي اللي بدها تنتبه لقراراتها بشكل كثير كبير انتهى وقتنا لليوم أتمنى أنه ألقاكم على خير بكرة يسعى الصباحكم صحة الصحة صحة الصحة صحة 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 ماروتنا اشتركوا في القناة